موسيقى مشاهدي سبوتشاط حوار جديد من برنامج جوجة نظر بينطلق بهالأسناء وضيف اليوم النائب السابق نابين أولى أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا فيك يعني 12 يوم بالأحرى 11 يوم لنهاية عهد الرئيس ميشيل عون لأنه مثل ما عم نسمع من الإعلام أنه قرر يفل قبل بنهار لـ 30 الشهر من قصر بعبدة هيدا العهد اللي ما قدرت تكون أحد سكوره لأنه ما كنت قادر كنابين أولى أنه تكون مقرب من الإيادة العونية ولا من رئيس الجمهورية ميشيل عون بإدارة الدولة بتلوم الرئيس ميشيل عون هل أخطأ الرئيس ميشيل عون بحق نفسه أو هناك من أخطأ بحقه ليك أولا ما فيني أقول ما قدرت أنا أراري أنا أخدته أخدت أراري أنا لأنه في محل من المحلات بتقول بينك وبين نفسك يا أما أنا بدي فوت بمعركة بمحل من المحلات وما بعرف شو بتعطي نتيجة وبداية عهده وغيره يا أما بتقول خليني أزيح من الطريق لحطي لي أترك فرصة لغيري إنه يقدر يكف اللي يمكن اللي أنا كنت فيه وللأسف مش هيدا اللي صار يعني مش هيدا اللي أنا كنت مفكر انسحابه من الحياة السياسية بهذاك الوقت كنت مفكر إنه يمكن فيه أشخاص ممكن يكفوه ولكن للأسف مش هيدا ما صار مين هالأشخاص هاودي؟ هالأشخاص كل اللي يترشحوا بعضين يعني ما فيك ما بيقدر واحد يحصل حاله يقول أنا ولا أحد أنا أوكي بس فيه لأحد كمانا خيامولك ظنك؟ أكيد مين جبران بسيل؟ مش ضروري جبران بسيل وحده مش هو المسؤول الوحيد هلأ إني أخذ الطابع إنه هو المسؤول أكيد بيتحمل جزء كبير من المسؤولية يعني ولكن كل الإياد اللي كانت مش هيدا اللي نحنا نضلنا من أجله سنوات وسنوات يعني نضلنا من أجله لكن الطيار الوطني منه بمعنى حزب عقائدة طيار الوطني هو حالة شعبية يعني كل الناس اللي كانت تفكر فيه طلع شخص اسمه العماد عون طلع حكي بلسان الناس وبفكر الناس وبواجع الناس بهذاك الوقت عظيم بس الوزير جبران بسيل حوله لحزب يعني تحول من حالة شعبية إلى حزب سياسي قصر فيه حالة بسيلية يعني من بعد مغادرة رئيس ميشيل عون قصر بعبدة وانتقاله الرابي وزير جبران بسيل هو رح يكون للواجهة فيه إذا بدك فيه حزب اسمه حزب الطيار الوطني ولكن الحالة البسيلية مش صحيح أنا بالنسبة لألي ما فيه شي اسمه حالة بسيلية فيه حالة عونية بس ما فيه حالة بسيلية والحالة العونية فيه امتعاد عندهم من الايادة بس بالنهاية أنا بقول انه كل هالأمور هايدي مفروض انه يكون عندهم شانس يحلوا هالمشاكل داخل البيت الواحد مش على صفحات الجريد ولا على التلفزيونات هلا أنا اوكي بقولك عندي عتب بس مش لدرجة اطلع شهر أنا مثل بقوله البير اللي كنت عم بشرب منه أو اللي كنت أنا عم ساعد عم ساعد فيه بس عتب على الايادة ولا عتب على العماد عون بنفسه العماد عون ما فيه شي بيمرو إلا ما بيكون راضي عليه أو ما بيكون باصم عليه للوزير جبران بسيل هلا عم نحكي حزبيا بالحزب العماد عون ما تدخل بالحزب فترة الست سنوات اللي كان فيها كان بعيد كل البعض عن الحزب وترك هو كان يقلنا أنا بعطي لكل واحد منكم شانس انه هو يعبر عن نفسه إذا فشل بيكون هو فشل وإذا نجح بيكون كلكم نجحته برأيه الوزير جبران بسيل نجح؟ هايدي بدك تسأل ولا عماد عون تسألني لإلي أنا ما بدرجه لا كان عندك زيارة لإله من أسبوعين شو سمعت منه؟ ما بحكي فيهم أنا بالنسبة لإلي بيعرف رأيي ولأنه بيعرف صداقتي لإله وبيعرف محبتي لإله قديشية يمكن ما بيروح بلي هالبعد هيدا إنه يفوت معي بأحاديث من هالنوع هيدا لأنه بيعرفني إنه كتير كتير صريح بهالمواضيع كله سوا هيدا طيب عم بتقول إنه فيه امتعاد إن كان شعبيا ولا حزبيا من إيادة الطيار الوطن الحر امتعاد داخلي بس هيدا الامتعاد لن يترجم باستئالات جماعية من بعد نهاية العهد بسا يعني السيد إبراهيم كنعان كلنا بنعرف إنه عنده خطه هو كان حتى ضمن الطيار عنده خطه هو هيدا أنا يمكن اللي علامة الاسترفامة خطه هو شو يعني؟ يعني أهدافه هو؟ عنده هو أهدافه مألك ومحاطه الخاصة السيد إبراهيم كنعان كمحامي وبمهنته كمحامي دايما المحامين ما بيعرفوا يشتغلوا بمجموعة بيشتغلوا دايما لوحدهم السيد إبراهيم كان من ضمن الطيار ومن أول ما فات على الطيار وأساسا منه طيار يعني دخل على الطيار رح يزعل منك بعد هالكلام إنه أساسا إبراهيم كنعان منه طيار وطني حر لا ما كان طيار وطني أبدا شو كان؟ ما كان يعني ما يعتبر من الموضلين بالطيار الوطني سوري بعتذر يعني مع كل ما حبت له مع كل نشاطاته مع كل نجاحاته مع كل فشله بس بالأساس منه طيار وطني حر يعني التاريخه السياسي ما بلش مع الطيار الوطني الحر فيه ناس بلشت مع الطيار الوطني الحر واليوم قاعدة على جنوب مثل مين؟ فيه كتير شباب معنا خلينا نسمي اليوم ما زال عم تكتب مذكراتك خلينا اليوم تكون هالحلقة بمثابت مذكرة بدي أقول لك شعلي فيه كتير شباب أنا بعطيك مثلا بيير رفول تنفتريت بلش مع الطيار الوطني الحر مكفة مع الطيار الوطني الحر فيز كرام بلش مع الطيار الوطني الحر وبعضهم كمال ما حفظ الألقاب هون مش هم هاودي بالنسبة لأيلي رفقها مش هاكي ممكن ما عم بعطي هالقاب لأيليون في كتير أشخاص العميد فؤاد أشأر مثلا كمانا نفس الشي هاودي هاودي بلشوا مع التيار نعم وهلا نية على جنب ما عم بيدخلوا نعم حكمة ديب ناجي غريوس لحظة حكمة ديب زعلين اليوم زياد أسود تم استبعيده ماريو عون تم استبعيده ماريو عون مبلش مع الطيار كمانا أنا بعطيك الوحق ماريو عون كمانا بعدين دخل على الطيار نعم بس أساسا ما كان بالطيار الوطني كان عنده نشاطه الخاص لأله كان عنده نشاطات بعدين لمن اجت هالحالة العونية إذا بدك فات بالحالة مثل ناس كتير فاتوا بهالحالة هايدي في منه نلقيوا حالهم مرتاحين بقيوا في منه نلقيوا حالهم ما بقى مرتاحين بهال مش هالشي اللي هني كانوا عم بفكروا فيه بعتقدوا انسحبوا وزياد أسود وزياد أسود بلش مع الطيار أنا قلتلك هيك أنا قلتلك ما عم بعدلك يعني قلتلك زياد أسود نعم نفس الشي يعني هالحالة هايدي اللي صارت يمكن أعطت فكرة وكأنه الطيار منقسم على نفسه نعم الطيار مش منقسم على نفسه الطيار في عندك شي اللي اسمه البداية والنهية يعني بداية الطيار مع هالأشخاص هايدي هالأ نية هن نسحبوا بس نسحبوا معناتها نهاية الطيار ما بعتقد لأنه الطيار مش محصور بأشخاص اللي موجودين بالإيادة فقط لغير طيب حكيت عن بداية والنهاية على إيد مين رح تكون؟ نهاية الطيار وطن ننتهي الطيار الوطني لأنه قلتلك هاي التيار الوطني الحر بالبدايةهو حالي شعبيه هو فكر هو فكر هو معاناة نعم طالما في معاناة عند الشعب اللبناني الطيار لا ينتهي وكل اللي اجهamy اجهت الثورة شو حكيت الثورة؟ حكيت معاناة اللي كان يحكي فيها الطيار الفرق الوحيد انه اجت اجت الثورة فيه ناس اجوا فاتوا عليها وقضوا على الثورة اذا بدك لا لانه النية كانت موجودة انه هالافكار هايدي والحالة اللي كانت واجعة الناس وغيره بننا نقضي عليها كيف نقضي عليها وجدنا ثورة مقابل افكار طيار الوطني هارفتيف وقضيوا عليها بالنهاية فكرهم هني انه قضينا على الثورة قضينا على الطيار الوطني بنفس الوقت بس الفكر بعده. هي الثورة على الطيار الوطني الحر وعلى وعلى شركاءه بالسلطة. شو اللي استعملوه الكلام اللي كل شعارات الطيار الثورة هي شعارات اللي على اساسا وجد الطيار الوطني معناتها تقضي على الافكار هايدي بدك. بس منظر الثورة دكتور الاداء شي والافكار والمبادئ مطرح تاني. لا لك بدي اقول لك شغل صورت هيك خلينا هلأ انا بيعطي لك كل انسان حقه. افكار الطيار كانت كانت ميحب. ولكن خلينا اذا منيجي بالتاريخ من اول نهار انتخب ليش قبل ما انتخب العماد ميشيل عون عرفتي ايفه كان الطيار مشوفه كان هيك. ليش بس انتخب العماد ميشيل عون ده. ليه لانه شايفه انه الطيار وصل للسلطة. فاذا هالطيار هايدي رح ينفذ الفكر والمعانات اللي كان الشعب عم بيعاني منه بشكل خطر على الفاسدين في هذا المجتمع والابنائي. انا رح جايبوا بعض. اجوا ساعتا اجوا ساعتا شو عملوا خلقوا شي انه بنفس افكار الطيارة الوطني. طي يقولوا انتو كطيار وطني ما عملتو شي نحنا الثورة بنا نعمل. انتو كنتو كذبين انتو كنتو كذا انتو بلشت الحملات على العماد عون. نقضى على على فكر الثورة وان هو فكر الثورة اليوم. طي بس بلسان المعارضين اليوم للتيار وطني الحر للرئيس ميشيل عون بيقولوا انه اتفاق الطائف اللي كان معارض لاله الرئيس ميشيل عون اصبح ركن هو بمنظومة الطائف بعدين. بس قبل انه يعمل رئيس جمهورية مع وبالشراكة مع جماعة الطائف. ما فينا نحكي نقول الطائف عاطل كله. ولا فينا نقول الطائف. ما كنا نقول عاطل كله نحنا كنا نقول الطائف جيد ونفذ بشكل سيء. هاي اوه شي. هلا في اشياء ضمن اتفاق الطائف كانت مقبولة واشياء مش مقبولة. وقفت الحرب اوكي بس مفروض انه ما في دستور بالعالم هالقد جامد ولانه انجيل ولانه قرآن ما بيتغير. لا الدستير ان وجدت لخدمة الانسان وليس العكس. مش الانسان بخدمة الدستور. فاذا الدستور يجب ان يتطور. اجهل الدستور الطائف وقف الحرب اللبنانية. عاد. بس ولكن بيان انه في شوائب كتيرة. ممكن ترجع تقدي الى حرب وهذا اللي عم نشوفه. الى حرب. شو هي هاي دي الشوائب اللي ممكن ترجع تقدي الى الحرب. اول شي دولة بتلتروس. دلني وين كيف ممكن انت اذا عندك ثلاث قوة كل واحدة باتجاه. بيخلوك محلك اذا ما ودوك بالهاوية. فدولة بتلتروس. ما ممكن تمشي دولة بتلتروس. اجه الرئيس ميشيل عام. اجه الرئيس ميشيل عام. اجه الرئيس ميشيل عام. هل قدر يحكم برأس واحد. لا. ما عاجش يحكم برأس واحد. اجه العماد عام بفكره كان ان يكون هناك تغيير من ضمن اذا بدك الطائف. يعني انه ما بيصير كمان انه رئيس جمهورية يحضر جلسات مجلس الوزراء. ولا يصوت. يعني تأمل انت رئيس مجلس ادارة. تحضر مجلس الادارة طبعك. ما لك حق تصوت عليها. شو لك دور. ماشي. رئيس الجمهورية قائد القوات المسلحة واللي بدك ياه. الخاضي عالمين لمجلس الوزراء. كيف هي. طب ليه ما فتح الرئيس ميشيل عون هيدا النقاش. نقاش الصغرات التسطورية من اول العهد. من اول نهار اجه. لانه هلأ اخر 12 يوم من العهد عن الحصب العرف. لا 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 لا. راجعوا ع حديثنا. شو بدي هلأ شو عم بيحكوا الشباب. راجعوا ع حديثنا. واحديثي ازا بدك وهيك تفوت على اليوتيوب وتشوف. نعم. انا من سنة الالفين وستة. نعم. وعم بحكي بانه الطائف يجب ان يتغير. لانه ما عد يوفي بالمطلوب. وبدو يسبب لحرب اهلية جديدة. ما بيصير عم تخلق ثلاث قوة متناحرة بالبلد. سنة شيعي مسيحي. انا بدي اخلص منها هيدا. بدي يكون فيه على القليل يكون فيه راس. انا ماني عم بقولها الراس يكون الحاكم بامره الوحيد اللي ما بيقل. ولكن. بعدك لهلأ بعدك لهلأ انت والفريق السياسي اللي كنت انتمي لقلو. بعدني بتقول بدنا نخلص من الطائف. اكيد. انا او. والرئيس ميشيل عون بيتبنى هيدا الكلام. اكيد بيتبنى. اكيد بيتبنى. اكيد بيتبنى. لانه بتقول لك شعلي ايش. مبارح. مبارح كان وفد من تيار وطن الحرة عند السفير السعودي وليد البخاري. ايب اذا. شو بهمنا. انا هيدا ماني مع الاشي هيدا. مثلا مثل هاي شغلة انا ماني معها. صحيح بعتذر. لا. لانه انا بتدخل شي بسياسة السعودية. بس الرئيس. انا بدون ما يكون فيه تدخل اجنبي. انا ماني ضد الدول. انا بدي شوف وين مصلحتي. بأمن مصلحتي. وبأمن مصلحة الدول. مش بأمن مصلحة الدول. على مصلحتي. لا. هللي عم بيصير بلبنان. انه مثلا بعطيك انه الصفارة السويسرية تدعو الى عشاء ما بعرف شو الاحزاب بتليون. رؤسة الاحزاب. ليش? ليه? شو اللي خصة? شو اللي خصة بالموضوع? هيدا اسمه تدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية. انا دفعت تمنى هاي. طيب اذا الافريقاء اللبنانيين ما عم بيقعدوا مين بدوا يقعدون? مين بدوا يقعدون? ينقبروا ساعتها اذا بدون شعر يعرفوا وين مصلحة بلدهم. ينقبروا يروحوا ع بيوتهم كلهم. كلهم يروحوا ع بيوتهم. بما فيهم جبران بسيل? كلهم. اللي مانه قادر اليوم يقعد مع اللبناني مشان مصلحة بلده. يروح على بيته احلى. لانه هو بيكون عم بيثبت خراب البلد. طيب رئيس رئيس رئيس. ليش الامريكاني بديوا يجمعني? ليه الامريكاني بديوا يجمعني? ليه الفرنساوي بديوا يجمعني? لانه الكل عنده نقطة ضعف على الامريكاني وعلى الفرنساوي ازا مش على الامريكاني. انا ما فيني انا جيب طائم لواحد فرنساوي ايجي لبسك عليه. يابري يطلع انبهبط. يابري يطلع صغير. يابري يطلع. انا اذا ما هالهالطاعم مين لبس الطائم الفرنساوي اليوم؟ مين لبس؟ ما في كتير كان بدون يلبسوا الطائم الفرنساوي. ما بفهم انا انه جاي لعندي وزيرة خارجية فرنسا. شو جاي تقلي؟ شو جاي تقلي؟ جاي تعطينا نصيحة؟ يعني ماني عم بفهم انا انه نحن هلقد قصار بعد ما بهالبلد. لا ننطر وزيرة خارجية فرنسا او لا ننطر البخاري. او لا ننطر الامريكاني. بس يا دكتور هي عم تجي عم تجي عقصر بعبدة. هي عم تجي عند رئيس حكومي هي عم تجي عند رئيس مجلسي. يعني رئيس ميشيل عم مش بعيد عن هيدا الجو ابدا. لانه هيدا من ضمن الطائق. ايه طبعا. ايه مشين هيك انا عم لك ضد. انا ضد تدخل السفرة. لانه في كونفنسيون عندك كونفنسيون اسمها كونفنسيون دي جنيف دي فيان. هي اللي بتزبط اعمال السفرة بقلب البلدان اللي فيها. نعم. يعني هالطورة قلو حق السفير اللبناني ببريز. روح يتدخل مع السياسيين الفرنسويين بسيات فرنسا ومين بدك؟ ماكرون او بدي لبين او بدي ايكس او ايك بفرنسا. او بامريكا انه يا ترامب يا بايدن يا ما بعرفين. الو حق السفير اللبناني يعملها ايدي هونيك ايه? ولا تودو تاني نهار على بيته. ليش انا بدي السفير الامريكاني شاية بتحضر هي تخريج الضباط. بتروح بتحضر كل المؤتمرات. لا لا شو هي انا ما احترام الامريكا وللشعب الامريكي ولا علاقتي الحلوة مع امريكا. بس مش معناتها تتدخل بشؤوني. ما بدي ترفض دعوة الباتريارك الراعي لمؤتمر دولي. مؤتمر دولي? مين بدو يدعي لمؤتمر دولي? ساعتها نحنا بنكون اعلننا نفسنا. اعلننا نفسنا. عرفتي انه نحنا دولة قاصرة. تحت الويساية سياسية دولية. خلينا نروح على الفصل السابع ساعتها. رايحين على الفصل السابع برأيك? عم بيلك ساعتا نروح على الفصل السابع انه نحنا دولة مش هدري نحنا بمعطياتك باتصالاتك رايحين. انا بفضل انا اذا بدك رايي اليوم متل ما هي الحالة رايحة انا بفضل لانه نحنا مش قادرين نحكم نفسنا بنفسنا. لانه تعودنا على بلد بتلتروس. بلد بتلتروس. وشو البديل عن هيدا التلتروس نظام التلتروس اللي عم تحكي عنه الفيدرالية اللامركزية الموسعة اي نظام اليوم. اي نظام اللي كان يعرضوه على الشعب اللبناني. ما فينا نقول اي نظام. يخي اي نظام. فيكون اسمه فيدرالي. فيكون اسمه نموزج لا مركزي. فريبيا. شو عندك انظمة? كلهم سوا. حطهم على التصويت على ريفرندوم. على استفتة عند الشعب اللبناني. خلي الشعب اللبناني هو يناقي ويكون مسؤول. متل اليوم يخي. مين بتأيد اي نظام? انا? نعم. كنبيل نقول اليوم. انت كل مسيرتك السياسية هالعشرين وقتلتين سنة. انا 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 حد الرئيس ميشيل عون. انا بأيد انه يكون في نظام يكون فيه رأس للدولة. يكون فيه رأس للدولة مع ضوابط مشان ما يشط. مش انه يكون حكم رئاسي مية بالمية. بس ولكن يكون فيه نظام يكون رئيس الجمهورية له حق على القليلة. متل هالاني طيب بنقلف وزارة. نعم. ما فينا نقعد سنتين بدون بنقلف وزارة. طيب كيف? مين بدوا يعطي هالامر طيب تتقلف الوزارة? مش مفروض يكون فيه رئيس الجمهورية قلو دور هون يقلو للي تعين من قبل النواب. انه ستوب وقف لقلك. قالك حق بشه. دهر انت. بعد شهر سفي نيرو عبيتك. من غيرك. مش قادر تقلف حكومة. على القليلة اذا فيه وزير بقلب حكومة فاسد. او تبين انه فاسد. معقولي انه انا رئيس جمهورية عم بتحمل بتحملوني كل المسئوليات على دهري. وما قلي حق انه ما احنا الكعل بعينك. فيك تحط انت اي انون واي مرسوم واي اللي بدك اي بتحطه بالجرورة بتقول له بديش. ما بدي ظهره. ورئيس جمهورية ما ما قاله كلام. طيب شو? حطينا كل شي بضهر رئيس جمهورية. شو عنده الصلاحية. طيب بس عمليا الطاقف ما تطبق دكتور. ده طاقف شو بقول? بنود الطاقف ما تطبق. خلي قلولي شو بيقول? شو بيقول بيحكي عن لا مركزية ومجل الشيوخ. لا مركزية كيف? لا مركزية كيف? لك اللا مركزية بدون ما يكون فيها استقلالة مالية لكل لكل ازا بدك منطقة ما انت عم تكذب ع بعضنا. ما هلا نيه عنا تقريبا لا مركز. عندك محافز وقام ما بعرف شو. تأمل انه في بلدية عرفتي ايف? ما فيها تعمل شيء بدون ما ترجع للقيم مقام. والقيم مقام ما فيها يعمل شيء إلا ما يروح للمحافز. والمحافز ما فيها يعمل شيء إلا يروح لوزيرة الداخلية. شو هالبرمة الطويل اللي عريضة? كيف اذا بده يكون في بلدية هون منتخبين يعني هيدا الشعب الشعب هو نقيهن. وما لهم حق انه هالناس هاو دي انه يحكموا ضمن هالضايعة الصغيرة اللي هني فيها. انا مع الرقابة. يكون فيه رقابة. بس مش معناتها هيكون رأي القيم مقام ورأي المحافز هو فوق السلطة المحلية. لا هادي ما لنا مقبولة. نعم. هادي ما لنا مقبولة. هادي نزامنا كله بده فرط. يعني المشكلة بالنسبة لك مش بشخص الرئيس. لا بالنزام السياسي. النزام السياسي بدك تغير النزام. طيب مين هو الرئيس اليوم اللي ممكن يشكل هيدا المرحلة الانتقلية بين النزام العتيق والنزام الجديد. ليك. برجع بقلك اذا ما كان فيه دور للشعب. ما منقول نحنا ببداية الدستور طبعا الشعب هو مصدر السلطة. شو يعني انتخاب رئيس من الشعب؟ ليش لا. ليش انت عندك توازن طائفي باللبنان؟ ليش عم نحطه بالتوازن؟ يعني المعاردين المعاردين لهيد الفكرة بقولونه ما فيه توازن طائفي باللبنان. طب شو طب هلأ انه في توازن طائفي؟ مجلس نواب؟ وين التوازن طائفي؟ اذا بنضلنا بهالفكر ما راح نطلع ما هلأ عم يجرب إلا كيها؟ بدك تعود الناس. اتخاب للشعب على ان يبقى الرئيس ماروني مسيحي ماروني؟ هيدا اتفاق يستفلوا فيه. انا بالنسبة لالي ما بيهمني الامر. ولكن اذا ما بهمك انه يتحول لرئيس مسلم مسلا؟ ما في تفرق معنا المهم يكون رئيس لبناني. وهيدا كلام كمان بيتبنى الرئيس ميشيل عون؟ بيتباكير ما قالوا عدة مرات يعني ما عنده مشكل رئيس ميشيل عون يكون رئيس مسيحي. لا لا عدة مرات بقى ليك؟ لما نوصل على مطار بيروت خلينا كلنا نتذكر شو قال. نعم. قال اذا تكلمتو طائفيا انبوزوني. ام. شو معناتها؟ يعني انبوزوني يعني اذا بحكي طائفيا حكي في نبزو بس او لا. لا ما حكي طائفيا شي. هلا هو بيحكي بحقوق المسيحيين هيدا بتكفي. لا انتبه. حقوق المسيحيين باكتر من المرحلة اللي هو طالب فيها. كان اللي دايما اللي ما كنا بفرنسا. كان اللي ليك نبيل ما بحياتك تحكي كلام طائفي. حكيه كلام وطني. ام. اليوم اذا كانوا المسيحيين مغبون على امرهم. وانت عم تحكي وطني. ام. ما هن اللي رح يستفيدوا لانه هن اذا بتحكي بالعدالة. عدالة المجتمع. اذا المسيحي مغبون على امره. رح يستفيد من هالعدالة. ام. فاذا ما الا معنى تحكي. لما انك تحكي طائفيا بدك تجمع الطواقف الاخرى عليك. نعم. حكيه وطني بالعدالة الاجتماعية بقلب بلدك. هارفت يف? ساقتها بتكون عم تشغل للمسيحية وعم تشغل الاسلام وعم تشغل لكل الناس. هارفت يقول لك شغل بهذا البلد ما بدهم يعملوا شي. باعطيك مثل صغير بس بالضمان الاجتماعي. بالضمان الاجتماعي. جيت عم بعرض عليهم. عرضت عليهم سنت الالفين وبلشت من الالفين وسبعة. انه يكون كل اللبنانيين مضمونين. وبشكل انه ما بينكسر الضمان الاجتماعي. والمواطن ما بيتحمل اعباء الصحة. اتكتلوا علي كلهم ما حدا قبل. لا. تعرف لي? لا. لانه بدهم انه المواطن ضل مزلول. يجي لعند النايب. طي يعمل له الخدمة. طي بكرة وقت الانتخابات قل له. انا عملتلك هالخدمة. وزارة الصحة اللي دلني اي بلد بالعالم. باي بلد بالعالم. وزارة الصحة هي صندوق بتاعتي بتاعتي مصاري. وزارة الصحة شغلتها هي السياسة الصحية للبلد. نعم. ما شغلتها تفوت انه صندوق هي تدفع للناس مصاري. هاي اللي تفوتوا على المستشفى وهم تفوتوا. كصارت صندوق انتخابي. جينا نعمي هالمساري اللي عم ندفع على وزارة الصحة. حرام. خلينا نحطها بصندوق الضمان الاجتماعي. مع اعادة النظر بالاشتراكات بالضمان الاجتماعي. قادرين نخلق ضمان جديد على الشكل الضمان اللي موجود بفرنسا. انه المواطن ما بيتحمل ولا ايش ما يجعبته. طي. خلينا ننتقل. شو عامله. خلينا ننتقل على موضوع ترسيم الحدود. كيف ايامة اداء الرئيس ميشيل عون بملف ترسيم الحدود. ليك الرئيس ميشيل عون كثير زكي بهذا الموضوع. لانه عين لجنة عسكرية. اللي بالنهاية انت اليوم عم تعمل ترسيم حدود بينك وبين دولة عدوية. يا اما هالترسيم الحدود من خلاله بيكون في اتفاق مبطن اذا بدك لسلم انت واسرائيل. او بدك يضل ضمن النطاق العسكري متل ما بيصير فيه بكل بلدين العالم اللي بيصير فيه اختلاط بالجيوش بين بعضها. بيعدوا العسكر مع بعضهم وبيحلوا المشاكل بين بعضهم. بدون ما السياسيين يتدخلوا. عين لجنة عسكرية. قامت باللي بدأت عملوا بالواجب اللي بدأت عملها. بعدين فاتوا السياسيين على الموضوع. صار كل واحد هذا يحكي مع الفرنسي ودينت وصارت بفرنسا. هداك دينت وصارت باميركا. هداك دينت وصارت مباركوين. فاتوا فيه وفات الحي. يعني الحيبل بالنابل. اللي قدر عملوا العماد عون. قالوا انه هيدا افضل الحلول. نعم. بس يهلطرة بالنسبة له هو الحل الافضل. افضل الحلول بس مش هو الحل الافضل. وانا بتمنى انه ما يكون الاتفاق هيدا. هو اتفاق قاهرة جديد. يعني بكون الرئيس مشاعون رعي اتفاق قاهرة جديد. مش ضروري رعا. مش ضروري انه يكون رعا. قلتلك نرجع بقلك. عادة بالدستور اللبناني المادي 52 من الدستور اللبناني. رئيس الجمهورية يقوم بكل شي اسمه معاهدات دولية. نعم. اوكي. هلأ انه هيدا الموضوع هي معاهدة بلا نعرف. شو هدفها ازا كانت معاهدة شو الهدف? ازا معاهدة بكون هو مسؤول. مين هو? رئيس جمهورية. ازا مش معاهدة الكل مسؤول. معاهدة مع اسرائيل? معاهدة سلام مع اسرائيل? ها شو بتسمي يا هيدا? يعني الرئيس مشاعون ان كانت معاهدة سيكون مسؤول. لا لو كان هو المسؤول. عزهاب الى السلام مع اسرائيل. هو يا هلطرة هو اللي رح يمضي? مين رح يمضي برأيك? انا بمضي اللجنة العسكرية بعتقد. مين قائد الجيش? مش ضروري قائد الجيش اللجنة لانه هي فوق وضوها. هلأ فيك تفوض مما بدك انه يوم بالعملية. لانه انا مني عم بفهم انه هيدا الاتفاق ما نعرض علينا. يعني عم بتقول نبيل اولى اليوم عم بيقول رئيس مشاعون قد ينهي عهده من دون ما يمضي اتفاق الترسيم. ايه ما رح يمضي. انا بقول ما رح يمضي. ما باري. بس انا بقول رأى ما رح يمضي. ما عرفتي بهادا الزلمة ما رح يمضي هو. لا. هيئتك عارف معلومات ما حدا ما حدا عارف. او هيئة همس بيدانتك بس طلعت لا 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 ما حقيت بالموضوع عنه ايه. بس عم بقول لك شغلة انه هلأ بدي يروح يمضي بالنقورة. مين بدي يروح رئيس جمهورية عن نقورة يمضي. مين مقبيله رئيس وزراء الزلائق. لا فيه لجنة عسكرية طبعا. طيب فايزا لجنة عسكرية هي البراطم دي مع لجنة عسكرية. طيب ضلت رسيم عسكري. مش مش سياسة. وميبعدة عن ظهره هيك. مش دهارة عن ظهره. هيدا اللي لازم يسير ما انت. لك فيه اشياء صارت. واللي عم نسمعها ان شاء الله ما تكون مظبوطة. انه اللي بيقلولك انه اسرائيل بدي تاخد من ما بعرف اديش برسنتاج بدي تاخد من على الغاز اللي بيطلع من لبنان. لا. شو اللي اخصة بالموضوع. لا يعني بيطلع لي من كريش. لا هي بدي تاخد من قناة وانا بدي ما علي حق ااخد من كريش. لا. وبعدين في كان ثلاث شركات روسية تليانية فرنسية. نعم. انصحبت الروسية مين ايجا محلها? ما عرفنا بعض. يا هالطورة الشركة اللبنانية شي? از هالشركة اللبنانية ضمن هالمجموعة من الشركة بدي تدفع لاسرائيل. شو معناتها? يعني احنا عم ندفع لاسرائيل من لبنان عم ندفع لاسرائيل? ولاش اسرائيل بدي تاخد برسنتاج مننا من عنا? ولو كان شركة تطال بدي تدفع. يعني بسيرو شورة لبنان اسرائيل برحال. شورة كتجاريين. هيدا اللي انا ما فهمته بعد هيدا. انه كيف اسرائيل بدي تاخد من حقوق من قاناة. ومنقول نحنا قانا لقلنا. طيب اذا لقلنا شو ليه بدي اعطيها مصاري لاسرائيل? تتسمح لي? معني انا بعدني تحت الويساية. بعدني تحت الويساية اسرائيلية. يعني بعدني انا فيه فوق واحد اطعجة متل بيقوله. عم بيفرض علي خوة بدي هيك انا تخليك تعمل هيك. يعني مش. يمكن بكرة تيجي تقلك كمجموع يمكن البلوك 4 كمان داخل للتوتال. تيجي تقلهم الاسرائيلية بدي كمان من هيدا. مين بيقولي لا? ما عرفنا شي. وبعدين موضوع متل هيدا. اذا كان موضوع سياسي. مفروض ينعرض عالشعب اللبناني. عمجلس نواب بالدرجة الاولى. ايه مجلس نواب انا. نعرف شو هو مجلس نواب. مجلس نواب مغلف من خمس ستة اشخاص بس. منهم منهم مية وثمانة وعشينية. يعني فيه تقامر عالترسيم تقامر داخلي عالترسيم. خمس ستة اشخاص سبع اشخاص ان بيقولوا ايه بيقولوا البقية ايه شو بنتحك ع بعضنا يعني هيدا اللي عم بيقولك هدا نزامنا الفاسد. مم. هدا النزام الفاسد. شو قل لي ايا نيب بيقدر يفكر من راسه. اليوم بعشر نواب فيك تقلوا بالطاولة. لوب ازا فيك. نحنا عشرين نيب خفينا نقلوا بالطاولة. والقوة ايه تمنطعش يمكن او تسلتعش ابعرفش داشة عددون. في يقلبوا الطاولة. تغييريين تلتعش. ايه شو بيعملو? والتغيرين ضمن التغيرين في كمان? تغيريين وتغيرية. بذلك من ضمن التغيرين بيطلع لي نيب من ضمن التغيرين بيقولك استاذي. نبيه بري استاذي في في الوطنية. طب ما انت عم بارح عم بارح. مدرسة بالوطنية. مدرسة. ما هي وشو استاذي يعني بالمدرسة. ملوكش استاذة بالشارع يعني. فبقى كيف انت مبارح كنت بالشارية عم بتقول فاسدين كلهم يعني كلهم اليوم صار استاذك بالوطنية كيف هادي او واحد تاني بقول ما فينا نتخلى عن استاذنا بيهبري بالنسبة ل فيه فيه انفصام بالشخصية عند اللبناني الشعب لان مش عم يتحمل مسؤولية بيكبه عن نيبه بكرة بتسبه لنه بيجي الانتخابات بيكبه لهم 100 دولار بيمشي حاله هيدا نظام بالعالم كله اليوم ازا بتركبه كاميريات بشاريع بيعملوا استفتة بالشاريع على قليل بتسمح حولنا نركب لكم كاميريات طيب بس الشاريع اليوم بطل متل الشاريع الامس حتى بطل متل شاريع 17-20 يعني اليوم فيك تقلو بالطولة بالاحزاب بالنقابات انا بالشيء وين في نقابات وين في نقابات دولار سارب اربعين وحد واربعين الف وين النابات على ستة سنتيم قال عملوا صورة خربوا البلد صار واحد واربعين الف وين النابات دلنا اليوم لاشوف وين في نقابات من ان النابات من نقابات تابعين لشخص واحد هو نبيه بري نعم تابعين لالو عام العام العشرين ثلاثين نقابة مجمع كل هاي نقابة السوائين العمومة هيدا السوائين الكاميونيت هيدا الخمسي طون هيدا العشب بيكشطف نيس هيدا هلأ كل واحد عنده حصته بالنقابات يعني ما فيكبه على مترح واحد مين عنده حصة كل الحزب عنده حصته ما عندي حصة بالاخير بيقعد قبل بليلي من انتخيز الارت بيقعده قبل بليلي بيجتمع مغلق انا طيار وطني ما عندي حصة وعندي وعندي عشرين نيب وكان عندي تمين وعشرين نيب بالبرناموة ما كان عندي حصة بالنقابات لا كيف عندي حصة بمجلس نواب وما عندي حصة بالنقابات ومعروف انه الطيار الوطني هو حزب شعبي هلأ كنبيل اولى ما عندك حصة ممكن الوزير جبران بيسيل عنده سأل لي ايه باي اذا عنده حصة بالنقابات طيب ليش تسألني لالي انا انسان عادي وهلأ يمكن بضلت ضمن الايادة الحزبية تحت تلك اقدر اعطيك رأي بالموضوع ماني ضمن الايادة الحزبية رجع من بعد نهاية العهد رح ترجع هنشوفك بالتيار بس يخلص هيدا العهد يقول لي شوفني بالتيار اول شي هيدا في كتير ناس اللي بعدك تيار يخيي شو بعدي تيار انا بدي بطل انا بدي بطل حالي نفسي بدي بطلة بطلت حزبي جوه لا مين قالك بطلت حزبي ما عم بتشارك بالاجتماعات ما عم بتطل تحكي باسم الطيار وطني الحر ماني اعملتلك ماني بالايادة بس انا بالنسبة لقلي كلمة طيار هو تفكيري وعقلي وحياتي ومعاناتي كلها على اساسا وجد الطيار وبعدهم فيه ما تغيرت في اسم بالتيار وطني الحر برأيك جدي وممكن ترشحه اليوم للرئاسة في اسماء مارونية جدية لا وين للرئاسة الجمهورية طبعا في كتير ناس مثل مين اكتر ما عندي اسم معين هلا زدته هيك بس في كتير ناس انا عم بقولك في كتير ناس بيستحقوا انه يكونوا بالايادة ومنهم بالايادة بالكاينة الايادة الحزبية او بالايادة السياسية او منهم موجودين منهم موجودين في كتير ناس من منعهم النظام نظام شو النظام المحاصصة اللي احنا عايشين فيه يعني فيه نظام محاصصة كمان بالتيار وطني الحر لا 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 نظام محاصصة اللي خاية بديلكش علي انا افترض انا نبيل نقولها انا اذا بدك تجي تقلي تعمل وزير يقول لك اوكي بعمل وزير بس انا بعطي لحالة بعمل متل ما بقوله بالفرنسيوي يعني فيت عقل بيت لا تشوف شو فيه بقلبه بس بدك تفل على القليلة تكون قلتك شو فدت علي بدي قلن والله كذا كذا بعطي لحالة ستو شو اذا ما قدرت ما بضفتها البيت انا وزبطته وصار متل الخلق وهيدا انا بدي فل بستقيل وبعلن للشعب اللبناني بقله فلان وفلان 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 كانوا هن اللي عم بيوصخوا بقلب البيت مسمح لك تعملها هادي شيء لا طبعا لانو بتصير منبوض مسمح مسموح تعملها بلبنان اوان بقلولك لا انت عمل فيه معادلة هيدي كلمة بس تعملها دكتور وديكون بيتك بيتك نضيف بيتك الحزب وديكون نضيف لحتى تحكم على غيرها ايه بدي قللك شارل بتقلي بيتك الحزب نضيف كي بدك تعرف اذا بيت الحزب نضيف ولا لأ اذا ما جبت ناس انا هرفت كيف نضاف يقدروا اذا ضمن بيت الحزب فيه وصاخة ما قادر نضيف بيته بقى الاشخاص اللي عم بيجوا مجبورين انو يمشوا بضمن ما يسمى بالديمقراطية التوافقية كيف هادي يا عمي كيف هالكلمات بزدتمون شو هاي الديمقراطية التوافقية كيف يعني ما الديمقراطية ما فيش اسمه التوافق الديمقراطية فيه اكترية وفيه اقلية طب كيف منقول ديمقراطية التوافقية اخترعنا القاب واسماء بلبنان نحنا متل ما بنا متل ما بنا في مشكلة بالنظام اكتر ما هي مشكلة بالاشخاص نظام محاصصة نظام المحاصصة لا ينتج بلد لا ينتج بلد بينتج مزارع يعني في سبع اشخاص موجودين بهالبلد كل واحد عنده مزاراته وكل واحد ديك عم ازبلته طيب ب 31 تشرين يعني بعد 12 يوم وين رح تكون رح تكون قدام الشاشة عم تفرج على الرئيس عم يظهر لا انا مسافر مسافر ومش راجع مسافر نار الجمعة راجع قريبا ما بطيت جمعة مسافر عندي عندي ظروف معينة مجبور ان يوم فيها برا رح تطلع العربية من بعد العودة اكيد وبطلع معملك من جمعة كنت عند الجنرال بالاصر جمهوري انا لا شيء خليكن معلوما عند الجميع انا في شيء اسمه الفكر وفي شيء اسمه الشخص انا فكر ميشيل عون اللي بأساسه انطلع حالة شعبية من وراها لانه هيدا الفكر ميشيل عون مش فكره هو بس كان فكر كل الشعب اللبناني هالفكر هيدا ما رح تقدر تشيله مني معناته انا هيدا الزلمة طالما بعدني انا وعم بحكي انا وياه بعده فكره هو ذاته وبعدين على الصعيد الشخصي هيدا انسان انا صاحبة ورفيئة واللي بدك يا بس هيدا ما بيمنعني اقول له اذا في غلط اقول له الجنرال في غلط وبيعرفني هو بيعرف انه اذا في غلط بقل له في غلط ويمكن منشان هيك ما قلي دور بقى بالسياسة انا بلبنان لانه لانه في اتفاق طائف اللي بسموه انا المحاصصة والديمقراطية التوافقية وانا ماش ما برمت بتكبوه ع الطائف انا ما اذا كانت اغلاط اشخاص بتنكب ع الطائف ما هو الطائف جايب لك الاشخاص يعني انا بالنسبة للي ما بقدر كون ضمن هالجو يا بدي يكون انا بالحكم وكل شغلي بدي تصير معي بدي يخبر الناس او ما بدي اياها انا انا الاجاية تخبر الناس باقيك منت الرأي العميد شامل روكوز كنت عنده من كاميان عم بتحضره لاشي بعد نهاية العهد انت والعميد انا والعميد عم نحضر لاشي انا والعميد دايما بالتيانوية بس هو معروف انه صار معارض وصار عنده الجو تبعه يخليك بكل بلدان العالم بيطلعوا على التلفزيون اثنين واحد معارضة واحد مش معارضة بيحكوا بيحكوا كل واحد بيعطي افكاره ونتيج تفكيره وبيظهروا بيشربوا في جين قهوة برا انه ليش عنا بلبنان اذا انا معارض معنا انت بدي اعداء انا مش ماني عدو انا ما في حدا عدو لالك مش حتى بديك تقلي مين بديك تقلي بالمين ما في لبنان عدو لالك انا عندي عدو واحد عرفت كيف طالما هالعدو هيدا مغتصب ارض غيري يعني عدو عدو برأيك اسرائيل انا بتضلع بالنسبة لالي عدو طالما الفلسطيني بعضو على ارضي بس يرجع الفلسطيني على اسرائيل ببطل عدو وبس يصير في تفاهم تجاري بينه وبين لبنان بتضل عدو اكيد انا بالنسبة لالي ليش عم بقلك انه هيدا الاتفاق شو هو اتفاق شو عسكري اتفاق سياسي اذا اتفاق عسكري ما لازم يكون فيه مصاري بالدق وازا اتفاق سياسي اقتصادي يعني تغير الموضوع نعم انا بالنسبة لالي اسرائيل عدوة لانه على ارضي في عندي ستمية سبعمية الف فلسطيني على ارضي مش اقدر انا اقدر انا اقوم بوجبات اتجاه شعبي كيف بدي قوم باتجاه ستمية سبعمية الف وبالنسبة للسوريين اليوم في عندك صاروا بيطلعوا بالمليونين سوريا على ارضك انا كيف بدي انا اقدر كون ما اعتبر هيدا عدوة او هيدا عدوة هيدا عدوة لهون بتكون خلصة حلقتنا اهلا وسهلا فيك بنرحب فيك مرة جديدة شكرا مشاهدي سبوتشوت بنشكركم على المتابعة الدائمة الى اللقاء بحلقة جديدة من وجهة نظر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جدك